النهاردة هنتكلم عن موضوع ان شاء الله يعني احنا مش عادفين الحقيقة هياخد الحلقة كلها ولا هيكون فيه موضوع تاني معنا في الحلقة لكن الموضوع اللي هنبدأ به هو عن زيادة الوزن عند الاطفال والحياة من الموضوع ده زي ما بيقال كده في الامور الفقهية او في بعض الامور الفقهية مسكوت عنه يعني مش كتير بيتكلموا فيه وانا هنا قصدي مش الاطباء حتى الاباء والامهات مش كتير بيتكلموا فيه مش كتير تلاقيهم بيكلموا ابدا في زيادة الوزن عند الاطفال وتلاقيهم نادرين اللي يكلموا في ده او يسألوا في ده او كده وده له اسباب الحقيقة متعددة ولكن بحكم يعني الخبرة والتعامل مع الاباء والامهات اقدر اقولكم انه فيه سببين رئيسيين بيخلوا ان الناس ما تتكلمش عن هذا الموضوع او تخليه يعني مسكوت عنه زي ما احنا لسه بنقول السبب الاولاني ان فيه ناس كتير اوي 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 من حضراتكم كاباء وامهات ما عندهمش الادراك الكامل ان دي مشكلة يعني الناس فاكرة ان المشكلة هي نقص الوزن مش زيادة الوزن مع ان زيادة الوزن مشكلة زي نقص الوزن بالزبط فهمتوا قصدي؟ فيبقى اول سبب يخلي ان ما فيش كتير بيتكلموا عن الموضوع ده ان فيه ناس مش مقتنعة او مش مدركة انها مشكلة من الاساس ده اول سبب يخلي الموضوع ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي غير متداول طيب السبب التاني ايه؟ السبب التاني المشهور يعني وده على فكرة يمكن يكون اكثر شهرة من السبب الاول ان لم يكن قده يعني حاجة غريبة اوي هي الحسد الحسد اه حضراتكم سمعته كويس فيه ناس بتعتبر يعني مثلا ايه؟ ممكن يسمعوا مثلا في حلقة من البرنامج هنا معايا او مع اي حد من زملائي فيسمعوا مثلا الطفل المفروض يكون وزنه كذا وهو عمره كذا وبتاع فتلاقي ابو وام عدين او ابو وامه جده جده مثلا يعني فيقولوا الله ده ده احنا ابننا او بنتنا وزنه زيادة قوي عن اللي هو قاله ده احنا مفروض يبقى كذا ده كتير ده احنا ده زي ده خمسة ستة كيلو فتبص لقى ناس يقول لك خلاص بقى يخزي العين ما تقولوش بقى ما تتكلموش فيها قال ليه يا جماعة ما تتكلموش فيها او حتى ما تقولوش او حتى يعني يصبح الامر خلاص نتكتم على هذا الامر ليه؟ يقول لك عشان العين عشان الحسد لا الحسد مش في كده لان الحسد عمره ما بيبقى في الحاجة الوحشة صح ولا غلط؟ وزيادة الوزن حاجة وحشة وهو ده اللي انا عايز حضراتكم تقتنعوا به وده دوري ودور غيري ان احنا ننبه حضراتكم للامور اللي ممكن حضراتكم او قطاع عريض من حضراتكم يعتقدوا انها امور عادية فاهمين قصدي؟ فاكرين؟ في مرة مثلا في حلقة من الحلقات كنا بنقول ايه؟ الغيار على الصرة عند الموليد الجدد فبنقول الغياري تعمل كذا وكذا 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 وانا مثلا عملت تركيز قوي على جملة ايه؟ ما فيش حاجة جماعة اسمها افرازات طبيعية من الصرة ما فيش حاجة اسمها كده فبص تلاقي بقى اب وام عندهم طفل فتلاقي فيه مثلا سائل معين طالع من الصرة سائل لونه اصفر لونه ابيض لونه احمر يعني شبه الدم او كده فيقول لك لا لا دي افرازات طبيعية ما فيش حاجة اسمها افرازات طبيعية فهمته قصدي بدا دوري ودور غيري ان لما يبقى فيه في العقل الجمعي عند الناس حاجة هم معتقدين انها عادية خلاص فما بالكوا بقى انه يكونوا معتقدين انها حلوة كمان زي زيادة الوزن خلاص هي لو حلوة هنقول انها حلوة انما لا نقول لكوا لا خلوا بالكوا دي حاجة وحشة دي حاجة غلط فبالتالي لما تتعرضوا لهذا الموقف والوزن من العلامات المهمة جدا اللي بتؤشر لنا من الناحية الطبية على حاجات كتيرة جدا جدا فلما تلاقوا الوزن عالي ده لازم تبلغوا به الأطباء لازم تروحوا للدكتور او لو الدكتور حتى قالوكوا ده مفروض ان الدكتور بيوزن يعني في العياد تمام او حتى انتم على مستوى الحديث العائلية والأسرية وكده هو الطفل احنا عندنا ميزان في البيت ووزنناه طيب عشان بس كنا بنسمع حلقة دكتور محمد كان بيقول كذا 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 اه لا لا كويس ده كويس خالص وبتاع بس اللي كان فيه ناس بقى غربة قاعدين فمش عايزين نقول ان الولد وزنه زيادة 4-5 كيلو احسن يتحسد لا دي مش حاجة يتحسد عليها الطفل دي حاجة مشكلة لازم نحلها بالنسبة للطفل اشتركوا في القناة